النهاردة كمان انطلقت فعاليات مؤتمر تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وقارة إفريقيا خلق فرص لتعاون الإقليمي اللي بتنظمه وزارة التربية والتعليم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار يومين 13 و14 فبراير ده كان بعدما البنك الدولي اختار مصر لاستضافة المؤتمر هذا العام النهاردة أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم انه مع حلول 20-30 هتخرج أول دفعة من نظام التعليم الجديد وهتكون قادرة على تحقيق رؤية مصر وأشار انه الأسبوع المقبل هيتم الإعلان عن إطلاق المشروع القومي للقراءة الجائزة الأولى هتكون قدرها مليون جنيه وانه لابد ان الطالب يقرأ 30 كتاب علشان يحصل على هذا المركز الدكتورة رانيا المشات وزيرة التعاون الدولي قالت ان إقامة هذا المؤتمر بيبعت رسالة مهمة عن تصميم القيادة السياسية على استمرار المهوض بقطاع التعليم واشارت ان الاستثمار في المواطن المصري هو مفتاح تحقيق النمو الاقتصادي من خلال إقامة مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر ويبدأ